فلا احنا هنعمل مع بعض دلوقتي حاجات بنية هعمل ارنبيط بنية يعني ارنبيط وهعمله البيض والدقيق والبقصبات وحمره يمكن يمكن نجرب ويمكن ربنا يهديهم ويكلوه فانا عندي ارنبيط مسلوق خلاص نسلوقه باي حبة مية كده شوية كمون يغلو عن نار ونسلوق فيهم الارنبيط عندي دقيق وبيض وبقصمات وشوية كمون وشوية ملح وفلفل انا حبيت بس دا نعمل لكم هي فكرة بسيطة جدا بس حبيت اوصلها لكم دي احنا ممكن نجربوها مع بعض بحيس ان الاولاد يقدروا يجربوها معنا يعني نحاول نحبيبهم فيها فحاخد هنا بس المبيضة بس المحمر رحيم ولي على الكمية دي ممكن نحط اتنين بيضة هنا بقى هحط بقصمات وطبعا زيت للقل ماشي شوية بقصمات وشوية دقيق هنا بقى التدبيلة حتكون في كل ده يعني هنا شوية كمون على البيض على الدقيق على البقصمات عشان يتوقع دي بقى هيا لحديني الطعم لكل الارنبيط ده شوية ملح نفس الحكاية بيد دقيق والبقصمات شوية فلفل اسود والبيض والدقيق والبقصمات بعمل بقى كل الخلطة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة